موسيقى ماذا تبقى لليمنيين قصف من الجو ومليشيات على الأرض وقنوات محلية وعربية ودولية لا تنقل عن أرض السعيدة إلا كل شقاء وبلاء وجوع ومرض إنها اليمن الذي نهش نظامها الصحي وباء الملاريا وعاد إليه الكوليرا وظهر فيها المكرفس ولم يظهر على مدى خمس سنوات من الحرب نظام صحي قادر أن يكف أذى الأوبئة عن شعبها الذي ينتظر كل صباح شروق شمس هي أسعد من بارحة الظلام والظلم والجور والحرب هذا الأسبوع الحدث الأبرز بعد كورونا هو في البيضاء فالقبائل ما تزال هي من تتحكم بمعادلة الأرض ويرصد حاليا في مصلحة آل عواض الذين تخلصوا من الخوثي في العام 2017 بصلح قبلي منع الميليشيات من التمركز في أراضيهم ومنعت آل عواض الشرعية أيضا من التمدد في أراضيها من جانبه الخوثي يحاول جرى قضية مقتل بنت البيضاء جهاد الأسبحي إلى مربع القاعدة وداعش لتظهر الميليشيات أنها كانت تلاحق مطلوبين لها بتهمة الإرهاب وأن ما حدث في بيت الأسبحي شرعي بحسب ما أفاد الحوثي القبائل وهي صاحبة المعادلة الأساسية التي لم تكترث لترهات الحوثي وأعلنت نكفا قبليا لا سياسة فيه ويرى محللون أن من البيضاء ستستفيق كافة قبائل حاشد وبكيل ومضحج لتعلن الظلام وظلم الخوثي تحشيد قبلي في البيضاء بالتزامن مع مواجهات عسكرية في جبهات عدة كورونا في صنع بين السياسة والصحة وسياسة التكتم تثير سخط المواطنين في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات في الوقت الذي يستأنف فيه المجتمع الدولي تحركاته لدعم وقف إطلاق النار الهش الذي أعلنه التحالف العربي لإنعاش عملية السلام وثقا للمقترحات المقدمة من الأمم المتحدة باليمن تفشل جهود الوساطة الإقليمية والمحلية لرأب الانتفاضة القبلية في محافظة البيضاء وسط البلاد ضد ميليشيات الحوثي وسط حالة حشد عسكري غير مسبوقة بين القبائل وميليشيات الحوثي الخبر الأبرز هذا الأسبوع أعلن الحوثي عن حالة كورونا في صنعها الخبر جاء بعد تكتم رهيب ومحاولة جعل صنعها عاصمة بعيدة عن أي إصابات فعلا ملف كورونا بات قسمة بين الصحة والسياسة وعلى إثر هذا الإعلان تحرك الحوثي عبر لجان زكواته لاعتقال التجار ومطالبتهم بقواعد بيانات لعمليات البيع والشراء الأمر الذي يراه البعض أنه جباية ما قبل إعلان الحاضر والحجر الصحي هل انجح مارتين جريفث في إيقاف الهجوم على مأرب وهل التزم الحوثيون على أسوار هذه المدينة بهدنة وقف إطلاق النار التي أعلن عليها التحارف العربي ومددها إلى نهاية شهر رمضان المبارك الإجابة أن الحوثي منشغل هذا الأسبوع بالبيضاء وقد سحبت هذه المحافظة كافة ثقل الميليشيات من جبهتي الجوف ومأرب بعدما أعلنت القبائل النكف القبلي لمقتل بنت البيضاء جهاد الأصبحي سياسيا هذا الأسبوع ما يزال وقف إطلاق النار في مهب الريح وما تزال الحرب في اليمن بدون نهاية أو هذنة التحارف العربي من جانبه أكد أنه لن يقف مكتوف الأياد أمام خروقات الحوثي المستمرة ودهديداته والتي كان آخرها محاولة إطلاق صاروخين من صنعاء على الأراضي السعودية سقط في عمران وصادة هذا الأسبوع يرصد أن بعثة الأمم المتحدة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار والرقابة على اتفاق السويدي في الحديدة باتت متخصصة برصد خروقات القوات المشتركة بقلم حوثي هذا وقد تواصلت اليمن اليوم بالفريق الحكومي الذي علق عمله في هذه اللجنة قبل أكثر من خمسة وخمسين يوما وأكد الفريق عدم وجود نية حقيقية في العودة إلى طاولة مع الحوثي إلا بخروج البعثة الأممية إلى منطقة محايدة خارج مناطق سيطرة الميليشيات هذا الأسبوع أعلن سفير بريطانيا لدى اليمن عن لقاء جمع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع رئيس وفد الميليشيات الحوثية محمد عبد السلام الثلاثاء الماضي لغرض نقاش مقترحات مارتين جريفث السفير البريطاني في اليمن كشف على تويتر عن الخطوط العريضة لمحتويات مقترحات المبعوث الأممي والتي تعثرت وفشلت حتى الآن في تحقيق أي تقدم لوقف القتال والسئناف العملية السياسية هذا الأسبوع على خلفية إعلان ألمانيا حزب الله اللبناني جماعة إرهابية توعد وزير في حكومة الشرعية ميليشيات الحوثي بقرار مشابه يقضي بحضر ميليشيات الحوثي وملاحقة كوادرها واعتبارها منظمة إرهابية عالمية بطلب حكومي ويرى محللون أن مثل هذا القرار سيختصر على الشرعية الكثير من المفاوضات عديمة الجدوى وسيفتح باب الحل العسكري على مصراعي كحل وحيد وبعيدا عن مراوغات السياسة هذا الأسبوع اعتبر محافظ تاعز السابق الدكتور أمين أحمد محمود فيروس ما أسماه جماعة الإخوان المسلمين أصل ومنشأ كل الفيروسات القاتلة على مدى قرن من الزمان حد وصفه وعضاف في الوقت نفسي أنه لا يزال ملف في فيروس الإخوان المسلمين أصل ومنشأ كل الفيروسات القاتلة على مدى قرن من الزمان وانتشاره في كل أسطاع الأرض لا يزال معلقا وقيد الدراسة في دوائر صنع القرار الأملكية والأوروبية يأتي هذا التصريح بعدما عبثت ميليشيات الإخوان بملف أمن تعز وعرقلت بسط النظام والقانون وعلى الصعيد الميداني شهدت جبهات عدة مواجهات وتحشيدات عسكرية ففي البيضاء يستمر توافد رجال القبائل تلبية لداع النكف القبلي بعد إقدام الخوثيين على قتل امرأة هناك كما شهدت جبهات أخرى كالجوف والضالع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية مدعومة بالمقاومة مع ميليشيات الحوثي تكبدت فيها عناصر الميليشيات خسائر مادية وبشرية شهد هذا الأسبوع أحداثا وتطورات ميدانية كان أبرزها في البيضاء حيث واصلت قبائل محافظة البيضاء توافد إلى مناطق لدماناء العواض استجابة للنكف القبلي الذي أطلقه الشيخ ياسر العواضي عقب تصفية ميليشيات الحوثي امرأة تدعى جهاد الأصبح في مديرية الطفة داخل منزلها ونهب محتوياته ورفضت الميليشيات الحوثية الاستجابة لمطالب القبائل وأولياء دم القتيلة بتسليم الجنى وسحب مشرفية الجماعة من المحافظة وإعادة المنهوبات كما أخفقت وساطات عدة احتواء الموقف بما فيها وساطات عمانية أكد مشايخ أعيان محافظة البيضاء أن مطالبهم حقوقية ورفضوا أي تسييس للقضية في المقابل ترفض ميليشيات الحوثية الاستجابة لمعاقبة عناصرها جراء مقتل جهاد الأصبحي ونشرت نقاط تفتيش في المديريات الخاضعة لها ضمن مساعيها لمنع توافد مزيد من رجال القبائل لمديرية ردمان بالتزامن مع حملات تحريض ووعيد تشنها الحوثية على مواقع التواصل الاجتماعي لشيطانة الحراك القبلية تمكنت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة من افشال هجوم لميليشيات الحوثي باتجاه مواقعها في جبهة قانية بمحافظة البيضاء بعد حشد الميليشيات لمقاتلها إلى محيط المنطقة منذ أيام وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات تكبدت خسيرة كبيرة في العتادي والأرواح وفي جبهة الملاجم في البيضاء أيضا أكدت مصادر ميدانية تمكن القوات الحكومية والمقاومة من تدمير آليات عسكرية وقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثي بينهم قيادات ميدانية خلال استهدافهم معسكرا تدريبية للميليشيات في المنطقة اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وعناصر الحوثي في منطقة الجدافر المحاذية لمعسكر اللبنات شرق مدينة الحزم عقبة سلولات نفذت الميليشيات الحوثية إلى مواقع قريبة بخط التماس بين الطرفين وانتهت المعارك بتلقين عناصر الحوثي خسيرة بشرية ومادية كما نفذت القوات الحكومية هجوما معاكسا استطاعت من خلاله استعادة موقعين من الحوثيين في ميمنة الجبهة مع أسر عناصر حوثية كما دكت مدفعية القوات الحكومية آليات عسكرية حوثية كانت قادمة من مدينة الحزم إلى الجدافر بالقرب من معسكر اللبنات تمكنت قوات اللواء الخامس والثلاثين مدرع من كسر هجوم عنيف شنت ميليشيات الحوثية على مواقعها أسفل جبهة الصالو جنوب شرق محافظة تعيز ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات اللواء الخامس والثلاثين مدرع وبين الميليشيات الحوثية وكانت ميليشيات الحوثية قد استقدمت تعزيزات كبيرة لها خلال الأيام الماضية إلى مدينة دمنة خدير من المناطق الخاضعة لسيطرتها في الحوبان ومحافظة إب تتهاوى صفوف المقاتلين الخوثيين في الساحل الغربي بعدما تنقل كثيرا منهم لنجدتهم في البيضاء لتلجأ إلى عملية التحشيد اليومية بالمقاتلين إلى الساحل واستخدام ورقة المدنيين في حيس والدريهمي وتحيطة أسبوع من الهزائم الحوثية في جبهات الساحل الغربي فقد شهدت انسحابا كبيرا لعناصر الحوثية الذي استنجد بسحب عناصره نحو محافظة البيضاء التي تعد العدة انتقاما لدماء الشهيدة جهاد الأصبحي لتتهاوى بذلك صفوف الميليشيات في الساحل وتصاب بعدم التوازن بعد تنقل أعداد كبيرة من مقاتليها إلى البيضاء هذا الأسبوع وبعدما تهاوت صفوفها لجأت الميليشيات إلى حشد أبناء مديريات المراوعة والقناوس والزيدية لصالح تغضية العز البشري لعناصرها والمستلم لهذه الدفعات الجديدة هو المشرف الحوثي أبو علي الكحلاني مرافق عبد الملك الحوثي هذا الأسبوع استمرت عمليات القصف في مدينة حيس والجبلية في التحيط والدوريهمي وتقلصت مقابل ذلك الزحوفات والتسلولات الحوثية بسبب العجز والخسائر في صفوف المقاتلين الحوثيين الذين لجأوا إلى استخدام ورقة المدنيين انتقاما لهزائمها وخسائرها البشرية هذا الأسبوع دمرت مدفعية القوات المشتركة دبابة للميليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة استهدفت مجمع إخوان ثابت الصناعي ونجحت القوات المشتركة في إخماد مصادر نيرانها وجرحت عدد من عناصر الميليشيات هذا الأسبوع أيضا نفذت الشرطة العسكرية المشتركة جنوب الحديدة حملة أمنية واسعة لضبط المهربين ومحلات بيع السلاح والذخائر وملاحقة تجار الأسلحة والمهربات في أسواق التريهمي والنخيلة والمنظر ونفذت عملية تمشيض واسعة للمناطق التي تشهد بعض الاختلالات الأمنية في رسالة هدفها استكمال تطبيع الحياة في جميع المناطق المحررة هذا الأسبوع أقرت لجنة لقاية من فايروس كورونا في الساحل الغربي خطة عمليها النهائية بعد إن استكملت اللجان كافة ترديبات لبدء العمل الفوري على الأرض وتشهيز كافة ما من شانه حماية المواطنين من الفايروس وشكلت غرفة عمليات لتلقي البلاغات وفريق أزمة لمتابعة وتوفير متضلبات اللجان هذا الأسبوع أيضا شهدت مدينة الخوخة بالساحل الغربي حملات رش واسعة للقاية من وباء كورونا استهدفت مركز المديرية والقرى المجاورة لها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للقاية من فايروس كورونا واستهدفت الحملة الأسواق والمحلات التجارية ودور العبادة والمنازل والأماكن التي تشهد اقتضاظا بالمواطنين وأخيرا هذا الأسبوع دشن محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر بمدينة الخوخة فعاليات أسبوع المرور العربية حرصا على تفعيل دور شرطة السير في كافة المديريات المحررة خلال الأيام القادمة في تأكيد على الأهمية التي يشكلها هذا الأسبوع في توعية المواطنين بمخاطر السرعة وضرورة التقيد بقواعد المرور حفاظا على أرواح المواطنين ومنطلقاتهم ربما تكون المفارقة أن اليمنيون قلقون على أبنائهم وذويهم في الخارج فالدولة التي تعاني من ويلات الحرب والظروف الصحية السيئة سجلت حالات إصابة بكورونا لكن ما حقيقة الوضع باليمن؟ وهل البلاد مستعدة لمواجهة الجائحة؟ سؤال نتابع الإجابة عنه في التقرير التالي لم يأتي هذا الأسبوع حاملا معه السعادة للمواطنين في اليمن حيث دهمهم فيروس كورونا فاختلطت معه مشاعر الخوف والحيرة والهلع العنوان الأبرز كورونا يعمق جراح الصحة في اليمن فاليمن تقاوم كورونا حسب إمكانياتها لكنها تقاوم ولا تأخذ الأمر على محمل الجد سباق مخيف لمعطيات كارثية بانتظار الحدوث هذا الوباء يدق الأبواب واليمنيون بدون مرتبات ولا إجراءات صحية نزلت عليهم جائحة فيروس كورونا لتزداد المأساة في بلد ممزق يعاني نقصا في الغذاء والدواء وانهيارا لمعظم مؤسسات الدولة خصوصا المرافق الصحية فهذا الوباء سيظل تهديدا كبيرا للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها جسد الهلال الإماراتي عبر ذراعه الإنسانية أبهى صورة وهذه المرة وضمن حملته للتوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية من في الساحل الغربي بدأت بحملة التوعية من مخاطر الفيروس في منطقة الغويرق التابعة لمديرية التحيطة جنوب الحديدة فكلما اشتد الألم زادت جرعة الأمل هكذا هو الهلال الإماراتي يشد الريحالة إلى كل بقعة من هذه الأرض فالحملة التي تستمر ثلاثة أسابيع تستهدف توعية السكان بمخاطر الوباء والوقاية منه بتزامن مع توزيع ملتقات خاصة بطرق مكافحة الفيروس عندما غابت العدالة مات الضمير وماتت معها كل المعاني الإنسانية لتصبح الحياة مجرد هجمات عشوائية للميليشيات الحوثية التي تفترس مدنيين أبرياء وتلقى جرائمها إلى جرائم حرب ضد الإنسانية جريمة جديدة أقدمت عليها أياد الميليشيات الحوثية الملتخة بالدماء كان ضحيتها المواطن عبد الله محمد عبد العزيز الرمادي الذي استشهد بطلق ناري في البطن من قبل قناص حوثي أثناء عودته من السوق إلى منزلي في حيس وجرى نقله فور إصابته إلى مستشفى الخوخة الميداني إلا أنه كان قد فارق الحياة قبل وصوله في هذا الأسبوع أيضا لفتة إنسانية من ألوية العمالقة تعلن فيها تماسك أواصل الأخوة والشعور بالمصير وتجسيد روح التضامن والتخفيف من النكبة التي تعرضت لها عدن جراء السيول فها هي تواصل جهودها الحثيثة لتنفيذ مهامها في المناطق والأحياء المتضررة من مياه السيول وتقديم المساعدات على مدار 24 ساعة دعمت قيادة ألوية العمالقة فرق عمل متخصصة في إصلاح قنوات الصرف الصحي وشط المياه الراكدة وقامت بتوفير كل وسائل العمل والمعدات للقيام بمهامها في عدد من الأحياء السكنية منذ وقوع الكارثة الأخيرة يعاني النظام الصحي في اليمن خالة من الانهيار تجعل البلد عاجزا عن التصدي لفايروس كورونا كوفي 19 وبعد إعلان ميليشيات الحوثي لأول مرة عن وفاة مصاب يحمل الجنسية الصومالية تطرح أسئلة مفترضة عن عدد الحالات الحقيقية المصابة وكم من الوقت تكتمت هذه الميليشيات على حالات أخرى حتى انتشر الوباء بشكل متسارع في عدد من الأحياء في العاصمة صنعا وبقية المحافظات التي تسيطر عليها منذ الأعلان عن جاهة كوفيد 19 خرجت منظمة الصحة العالمية بالعديد من الاحتمالات المسندة بالبيانات على السلطات المحلية لكي تتضح لها الصورة الكاملة عن احتمالية تأثير هذا الفيروس على 16 مليون أي ما يزيد عن 50% من عدد السكان في اليمن لكن رغم كل هذه البيانات الصادمة مارست ميليشيات الحوثي تكتم على الأمر في مناطق سيطرتها لتكشف بعد تزايد الضغط وارتفاع عدد الحالات التي ظهرت في مناطق سيطرتها عن مهاجر سومالي مصاب لم تستطع وسائل العلامة الوصول إليه لمعرفة الحقيقة وزير صحة ميليشيات الحوثي طه المتوكل أعلن عن إصابة مؤكدة لصومالي في صنعاه ليفتح المجال أمام العديد من الأسئلة أولا كيف وصل هذا المهاجر إلى صنعاه من دون إيقافه في مناطق الحجر الصحي وكم خلط هذا المهاجر أشخاص وما أسباب عدم ذكر اسم الفندق ولماذا تمارس هذه الميليشيات سياسة التكتم التي أدت إلى تفاقم الوضع الصحي خاصة في أمانة العاصمة حيث تم الكشف عن أكثر من حالة إصابة من قبل ناشطين وأهالي لتعبر عن وضع كارثي خطير لا تدرك هذه الميليشيات التي لا تأبه بأرواح الناس وفي عدن أغلقت عدد من المستشفيات الخاصة أبوابها أمام المرضى في حين غادرت التواقم الطبية المستشفيات بعد الإعلان الرسمي عن حالات مصابة بكورونا وعنى عدد من الأهل في عدن تداخل لحالات إصابة بفيروس كورونا مع حالات وفيات الإصابات بأمراض أخرى أعراضها مشابهة مثل المكرفس وحم الظنك وهو ما زاد الوضع المؤساوي في عاصمة اليمن الاقتصادية وفي تعز قدم الدكتور عبد القوي المخلافي وكيل أول محافظة تعز استقالته من لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في المحافظة المخلافي قال أنه قدم استقالته بناء على مقترح إسناد مهام رئاسة اللجنة للمحافظ نبيل شمسان أسوى ببقية المحافظات استقالة المخلافي جاءت في حين أكدت اللجنة العليا لمواجهة كورونا تسجيل أولى حالة الإصابة بفيروس كورونا في تعز لتطرح أسئلة حول مدى تماسق وتضافر جهود مكافحة الوباء في المحافظة وتبدو مخاطر تأثير تفشي كورونا في اليمن بالغة التأثير من الناحية الاقتصادية خاصة مع المعرفة أن الاقتصاد اليمني يعاني أساسا منها شاشة حيث تعد اليمن واحدة من أفقر دول العالم ويعتمد أغلب اليمنيين على الدخل اليومي وبتطبيق سياسة الحجر الصحي لمنع تفشي فيروس كورونا سيفقد الآلاف من اليمنين دخلهم اليومي نهيك عن ارتفاع حالة الفقر والعوز التي أوجدتها الحرب وانقطاع المرتبات لنحو خمس سنوات ماضية وهو ما يدخل اليمن في نفق مظلم خاصة مع استمرار أطلاف النزاع السياسي في توظيف ملف كورونا سياسي وفي الحصاد الاقتصادي تتابعون ميليشيات الخوثي تفرض على التجار في العاصمة صنعاء رفع قاعدة بيانات شاملة لحركة البيع والشراء وتزج بالبعض منهم في سجونها والبنوك التجارية تعاني من أزمة مالية جراء تعثر قروضها لدى الحكومة منذ سنوات فيما تتكشف عمليات نهب منظمة لميزانية السيول والكوارث في عدن عقب السيول التي اشتاحت المدينة مؤخرا في الحصاد الاقتصادي كشفت مصادر تجارية في العاصمة الصنعاء قيام ميليشيات الحوثي باعتقال عدد من تجار سوق شعوب وأسواق باب اليمن وملاك محلات في التحرير والحصبة وحدة وعدد من مربعات العاصمة بينهم التاجر محمد السنيدار وأضافت المصادر أن أطقم الميليشيات توزعت لإحضار التجار لأقسام الشردة ونقل كبار التجار إلى الأمن القومي وإبلاغهم بسرعة دفع معالي من زكاة دون أي تأخير مع مضالبتهم برفع بيانات حالات البيع والشراء على المستوى اليومية وتعتبر الميليشيات شهر رمضان المبارك موسما لجمع الضرائب والزكاة والجباية الواسعة التي تشمل قضاعات المالية والتجارية والزراعية وكل مصادر الداخل في مناطق سيدرتها اعتمدت ميليشيات الحوثي آلة جديدة لبيع أسطوانة الغاز المنزل للمواطنين بهدف فرض تسعيرة جديدة على سعر الغاز الذي سيباع من خلال محطة ونقاط البيع المباشر ليكون سعر أسطوانة الغاز الواحدة بستة آلاف وخمسمائة ريال وأفقا لمصادر محلية فإن محطة الغاز ومحطة نقاط البيع المباشر كانت متوفرة على مستوى كل حي بالعاصمة الصنعاء وبجميع المحافظات قبل أن يقدم الحوثيون بداية العام الفين وثمانية عشر على إزالة أو احتكال البيع على سلطاتها وافتعال أزمات لتنشيد السوق السوداء التي يديرونها بشكل خفية لصالح نقاط البيع بالسوق السوداء البريغة ستمائة وتسعة وثمانين سوقا تجني منها الميليشيات ما يزيد عن مليون دولار بشكل أسبوعي بالإضافة إلى التوزيع الدوري عبر عقال الحارات منحت الحكومة اليمنية فاتورة جديدة لناقلة تحمل مشتقات نفطية إيران بقيمة تسعة عشر مليون وثلاثمائة ألف دولار ترسو في غاضي سميناء عدن وتقل الناقلة ستة وستين بيدابليو لارا ألف طن من مادة الديزل مقسمة على دفعتين خلافا لوثائق الدخول الممنوحات من لجنة الاقتصادية العليا التي زعمت أن كمية المشتقات تبلغ خمسة وعشرين ألف طن فقط وذكرت مصادر صحفية أن الشحنة دخلت باسم شركات معينة غير أنها عبارة عن تمويه لأنها تتبع نافذين كبار في الحكومة بوثائق مزورة قدر خبراء اقتصادون ومهندسون إنشائيون خسائر وأضرار البنية التحديث والقضاعة التجارية المباشرة وغير مباشرة وامتركات المواطنين في مدينة عدن جراء السور والفيضانات التي ضربت المدينة مؤخرا بنحو أربعمائة مليون دولار والتي من المرجع أن ترتفع بعد إجراء مسح وحصر شامل وكانت مصادر محلية كشفت عن تخصيص الحكومة أربعمائة مليون ريال لحساب مديريات عدن الثمانة بواقع خمسين مليون لكل مديرية بهدف معالجة الأضرار الأولي للسيول إلا أنها تبخرت ولم تظهر على الواقع الملموس على الأرض ما أوجد سخضا شعبيا المواطنين الذين طالبوا بمحاسبة قياداتها وأخيرا توقع خبراء اقتصاديون أن يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر تفوق 160 مليار دولار جراء تفشي فيروس كورونا لتصبح بذلك أكبر خسارة يسببها وباء في العصر الحديث وأضاف الخبراء أن الصين التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة النهاية العام الماضي قد تنقفض مساهمتها بشكل أكبر نظرا لدورها المحوري في التجارة العالمية المقدر حجم اقتصادها بنحو 214 مليار دولار نتام حصادنا عود للتذكير بأبرز ما جاء فيه تحشيد قبلي في البيضاء بالتزامن مع مواجهات عسكرية في جبهات عدة كورونا في صنع بين السياسة والصحة وسياسة التكتم تثير سخط المواطنين في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات وصلنا مشاهدين الكرام إلى ختام حصادنا لهذا الأسبوع نلتقي وإياكم إن شاء الله في حلقة قادمة من الأسبوع المقبل لنتم الوطن بألف ألف خير وفي رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر